بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنقتبس من كتاب سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشيخ الإسلام الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ونتابع في رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن رحمته بالصبيان وحبه لإدخال السرور عليهم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بأول ما يدرك من الفاكهة يعطيه لمن يكون في المجلس من الصبيان كما روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بباكورة الثمر أي أولها وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخرة ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان رواه ابن السني عن أبي هريرة وقال الحافظ الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الصغير رجال الصحيح انتهى ومن رحمته دمع عينيه صلى الله عليه وسلم لفراق ولده إبراهيم رضي الله عنه فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواه البخاري وروا بعضه مسلم وعن أسامة بن زيدر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه والحمد لله رب العالمين